بسم الله الرحمن الرحيم سنتقوم بحضر المحاضر ان شاء الله الهيه الهيه وهي ههي الهيه وهي ههي هذه النصف الثاني وهي اخر محاضر ان شاء الله اللي هو حنتكلم عن نتريشن والانفيكشن البور نتريشن مقابلات المحاضر هذا معروف انفيكشن وهذا السيكل اللي اخذناها جهب الكده بور نتريشن weakens the immune system بور نتريشن helps increase the incidence severity of infection symptoms of infections lead to weight loss gross filtering further weakening immunity طيب الهيه هيفي بروجيسفين the immune system لدخلها للعضوات الإنتهازية وعن تهدار إنتهاز نهض ومرحلها مجددا أن الناس ملعباً للمتابعة من الكامل حيث يزال الهائل ومرحل ومرحل والإنتهاز نهي ومرحلها ينفح المطالب للحصول على على جنوات وهي بالحضور نهي ومرحلها اللي هو حلقة مفرغة ويتلوس لوسف مصيل تيشو البادي فات الفيتامين وميرال ديفيجينس انكريز نتريشينال نييز ردوست اميون فانكشن وانكريز السلسابيتي توانفكشن ويكنيس ان ردوست الروتكتيفتي هذا السلايد الهي اي في كيف بدو يأثر على الانسان نبدأ من فوق البور نتريشينال حيثنا ويتلوس مصيل ويستنج ماكرو وماكرو نيطان ديفيشينال الاتشو اميون سيستن بور عباليتي توفايت الاتش آي في ام اذر انفكشن والاتش آي في بالدوكيز اللي هو الفوريبتو انفكشن انكليز فريقونسي اندريشن ام او تيشو انفكشن العدوات الانتهازية التانية والهي اي في هنا انكليز انيوتران او نيتريشن نييت بكوز افمال ابصوربشن ديكليز فود انتاك انفكشن انفكشن انفيرال ريبليكيشن يعني تكاثر الفيروس طيب نيتريشن انترفنشن انتريشن انترفنشن اللي هو الجود نيتريشن ويت ريجين تاني او مانتين انفكشن انترفنشن واخر اشي اللي هو النيتريشن يعني تلبى اديشن الانيرجي نيت سميد اديكو ديكو 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 هذا السلايد مهم هو السلايد اللي قابله مهمين طيب الأمور نيتريشن على الهي ويكين اميون system انكريس السلوليت اوبرتوني سيكين انفكشن سلوور هيلج بوسيل تفاصل ديكو بروغرشن نمشي بسرعة بولا رسونس تو تريتم سنس او ديكو او ديكو طيب الافكت او الغد شايفي على الهي نيتريشن ريجو انتاق انكريس انيرجي طيب تغيير المطاقات والنوزيا والغطيان وفقدان الشهية هذا كله بيضي إلى تغيير المطاقات والنوزيا والغطيان اللي هو المدكيشن تعتقد الدواء تغيير كوانتية أو كوالتية بكل كميته ونوعية اللي هو الأكل أكبر من المطاقات والنقائمة بسبب وكسب الحاجة وكسب ومتركة أسيمتماتيك في المرحلة الغير صارفة فيها الأعراض المرض 10% يوجد الأول السيمتوماتيك من عشانة مور زان هلسي بيبول. بدون نزيد هليرجي نيد. سيمتوماتيك تشيلدرن وزويتلوز من خمسين مئة مور زان هلسي بيبول. بدنا نزودي لهم من خمسين لمئة في المئة أكتر من هلسي بيبول. لا تستخدمة في مور زان هلسي بيبول مور زان هلسي بيبول. برؤية مور زان هلسي بيبول مور زان هلسي بيبول. and opportunistic infection symptoms لديارية ووميتين كان أكثر الثاني ستيج فهي مرحلة results in fixes in leutron plus AIDS associated wasting syndrome increase morbidity and mortality associated with reduced energy intake infection and death intestinal disorder including diarhia and malabsorption وبعدين في الاخر metabolic اللي هو changes changes in body composition body respond differently after illness amino acid used for energy بستخدمها للإنرجي والفات continues to acro يعني بدلت تتراكم الدهون acro تتراكم a neutron intake may be adequate but inadequate in neutron storage and use ممكن تكون هي كافية لكن ما فيش عندها تخزين أو استخدام كافي increase resting energy expansion بتزيد الطاقة اللي هو المستهلكة هذه الهواتف الوقت من احساب انظر في المشوء الضغط هذه النشوء ليس قد أحساب المشوء في المستهلك الوقت تقوم فيه المضادات السيرة وتوجد في الدم لكن الدم يعطي سهل بيس مبدأ يظهر الطاقة هذا و فيها ما يقول انه هنا بدأتش تظهر اللي هو المضادات يعني بدون ظهور اعراض بداية ظهور الاعراض بصير كيل الاميون سيستيم فيه فشل في اللي هو مبدئي او بدري على اللي هو جهاز المناعة وبعدين بخش في اخر اشي مرحلة الي هو بنصاد في المرة بتصير هنا انكريز نيوترانت نيوترانت نيتز رديوست فود انتاق بعدين واستنق ومقواش الميتابوليك ألتريشن هاد الامباك تحت انكريز نيوترانت نيتز ردوست فود انتاق ويتلوس ومتاعش الميتابوليك ألتريشن هاد البروغريشن بيمسك من هنا لهنا يعني كيف تطوره وفي HIV كيف تطوره HIV إلى AIDS وتأثيرات اللي هو الـ AIDS التغذية It is proposed that the various immunological dysfunctions in AIDS أو AIDS برودروم يعني اللي هو AIDS برودروم اللي هو الأعرض الأولية اللي بتأشر على حدوث المرض can be explained by in terms in multiple pathogens يعني مستضطات كتير induced alteration تغييرات في gastrointestinal tract which result in mal absorption وفي الآخر mal nutrition failure to transport one أو several neutrons essential for immune function could enhance the progression of the disease alteration of gastrointestinal permeability نفاتية اللي هو الجهاز الهضمي result in increased uptake of normally excluded microbial products possibly resulting in latent virus activation or enhanced replication of viruses including the retrovirus HLTLV3 the combination of rigous barenteral neutron tripletion and antibiotic therapy aim to at decreasing intestinal infections immunological therapies may be effective in addressing the underlying causes of immune defects and AIDS evidence based اللي هو الأدلة طاعدة الأدلة طاعدة الأدلة evidence of association between nutritional status and opportunistic infection disease progression and survival limited evidence of impact of food and micronutrient supplementation اللي هو studies ongoing لسه بعمل عليها the answer some positive outcomes from micronutrient supplementation but impacts of specific micronutrient unknown mixed evidence on some micronutrient such as vitamin A WHO recommendation when RDA micronutrient for people living with HIV if possible through diet possibly more specific deficiencies يعني إذا في عنا أي حاجة تانية اللي هي خاصة في deficiencies conclusions HIV affecting nutrition body بقلل لنا can food consumption embarrassing nutrient absorption increasing energy needs causing HIV associated wasting طيب البور نيتريشيل كيف بتأثر بالأرشيبي طبعا بتقلل الاميونيتي وهي بتسهل تطور المرض كيف احنا الاستراتيجيات اللي بتنعمل عشان تمنع انتقال الـHIV اول حاجة ببليك هيرس استراتيجيات صحة عامة تبريفنت الـHIV اللي هو سكرين اول بلد ان بلد بروضات عمل فحص لكل الدم والكتاب يعملوا فحص صحة عشتين اثنين اللي هو للـH والالتهاب الكبد اللي هو الوبائي يعني هنفحص الدم و بلد بروتكس اللي هي اذا بياخدوا بلازمة منها أو باكت ربيسيز يعني بياخدوا منها لازم تنفحص للـHIV هذه الحاجة فولو يونيفيرسل بريكوشنز برضو لازم يتبعوا اللي هم اللي هي التحذيرات اللي هي العامة ادوكيت ان سيفا سيكس براكتسيز ان كوندوم بروموشن اللي هو التعليم على اللي هو كيف يكون اللي هو الجنس الامن واستخدام العوازل اللي هي الطبية ايدنتفاي ان دي تريد اللي هو سيكسولي ترانسميتد انفكشنز نعرف الناس اللي هي الامراض التي تنتقل عن طريق اللي هو والعدوات والامراض التي تنتقل عن طريق الجنس هارم ريداكشن كيف نقلد اللي هو الازد تعاونه بروفايد ايجوران فوري تريد منت اوف دراج ديبينتاس ونازم نحن نساحن عملية اللي هو الحالة عشان للعلاج بعدين ابلاغي ده كومبريهنسيف التربية المسيج prolong يقصل بكل يعني bounce اللي هو برنامج هذا اللي هو إسمه مستعد ذلك المترجمون منتج لازش النبوة الموطت الم専ل على النقل الأطبلك رẹyard Al極¬ بامتج لازش النبوة الـ HIV من الأم إلى اللي هو الطفل طبعا كانت هذه المحاضرة الأخيرة اللي هي عن اللي هو الـ AIDS وإن شاء الله كل عمضوا طيبين وأدعو لكم إن شاء الله بالنجاح والتفوق إن شاء الله بإذنه تعالى وأدعوكم أن تشدوا حيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته